اشتركوا في القناة واحد عشرة القمر ما زال موجود في منزلة الرشا وهي العلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة من فجر يوم واحد يعني من الآن لغاية ساعة الفجر بعدين بدي ينتقل لمنزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهو سيء جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هذه جيدة برضو لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر يعني الأمور اللي فيها نوع من أنواع التجميل طبعا الآن احنا في فترة خلو المسار اللي في فترة بث الحلقة عند غروب الشمس اللي هو يوم تسعة وعشرين احنا من بثها عند غروب الشمس وهي توقعات يوم ثلاثين عفوا عند غروب الشمس وبيكون بثها لتوقعات يوم واحد طبعا احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية اللي هو ساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة فجرا وهذا بيعني أن الفترة المذكورة من الآن لغاية ساعة الفجر لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر رح يستقر ويعمل أول زوايا زي ما حكينا الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة فجرا ولما القمر يستقر في الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وقد نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير ممكن أنه يوقعنا هذا الشيء في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ومنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعنين إذا استدعى الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب وإدخال تعديل على قصة الشعر وقامة حفل ما أما الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وأربع دقائق مساء وهي بتخلق عادة هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين الأفكار وبين المشاعر ومما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثة عشرة رح يبدأ في تمام الساعة خمسة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل أربع عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا بيصبح خمستعشر يوم نسبة الإضاءة بتكون مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة هي موجودة بصفة منتحسة بنسبة خمستعاش في المية بسبب تقابلها مع القمر وطبعا في بعض الأشياء اللي رح نذكرها اللي هي بداية تشكل زوايا التربيع ما بين الشمس وما بين الكواكب اللي موجودة بالجدي مع بلوتو وزحل والمشتري طبعا رح تبدأ أول زاوية هي مع المشتري فعشان هيك سلبيتها أو سعادتها بتنزل شوي وبتصير اليوم منتحسة أما بالنسبة للقمر طبعا في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما حكينا ورح يستمر لغاية ثلاثة عشرة موجود فيه المزاج سعيد ولكن مش سعيد بقوة عطارد في العقرب حتى يوم أربعة عشرة عشرة مزاجه منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين عشرة مزاجها سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة عشرة عشرة مزاجه منتحس بنسبة ستين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش مزاجه سعيد بنسبة عشرة في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناش سعيد بنسبة عشرة في المية ورنص في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عش واحد مزاجه منتحس يعني بنقدر نقول بنسبة من عشرة لخمسة عش في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه منتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس لأنه ضايل أكم يوم وبنهي عملية التراجع فالآن بدأت مراحل البطوء تحته ولكن أنه برضو بشكل زوايا تربيع فعشان هيك بنحكي منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول الآن القمر نعتبر أنه هو دخل واستقر عندك هو عامل زاوية التقابل اللي حكينا عنها هي مع الشمس وفي نفس اللحظة عامل زاوية التربيع يعني شوي هاي بدأت تكون مع عمود السماء تأثيرها شوي بعطيها نوع من أنواع النحوسة لأنه هاي بتيجي على بيتك العاشر على حد بيتك العاشر وبرضو في نفس اللحظة عنا المريخ بيتراجع في لهي الدرجات أقريبا درجة 24 اللي بتتركز في نصف العشرية الثالثة عشان هيك العشرية الثالثة هم أكثر المتضررين فاليوم موليد العشرية الأولى من برج الحمل هدولة أكثر ناس عاطفيا أو تقلبات في المزاج عندهم أو صراع بين الفكر بين المشاعر بين العواطف في فوضى باتخاذ القرارات أو صعوبة باتخاذ القرارات رغم أنه دخول القمر عندهم بعطيهم نوع من أنواع الإيجابية إلا أنه برضو شوي في نوع من أنواع التقلبات الأجواء إيجابية في بعض المنازل يعني ممكن أنه اليوم تبدأ فترة بتعيد لك نشاطك المفقود كنشاط كحركة كقدرة تواصل ولكن العصبية أو الحدية في الطباع بتكون واضحة بشكل كبير عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا ما فيه أي تأثير إلا من أورانوس أورانوس اللي موجود تقريبا على درجة تسعة وخمسين نعني بمعنى وصلت للدرجة العاشرة فهي على الحد ما بين العشرية الأولى والعشرية الثانية فهي آخر خمس درجات من العشرية الأولى وأول خمس درجات من العشرية الثانية هم المتضررين من نوع من أنواع التقابل اللي رح يكون ما بينه وبين عطارد صحيح أن عطارد فيه أشخاص بقولك لا هو إيجابي بالتقابل ولكن بما أنه أورانوس بتراجع فعشان هيك بتصير مفاجآت على الأمور المالية ممكن تتسرع بتصرف مالي معين أو تظهر بعض المصاريف أو الأعباء المالية أو تقلق بشاء مالي أهم إشي أنك تضبط أعصابك ما في داعي للتصرع بالفترة هاي وما في داعي للمصاريف لزيادة في منكم ممكن يحصل مكاسب مالية أو اهتمامات مالية أو أشياء لها علاقة بعمل إضافي ممكن بعض الأرباح ولكن دك تنتبه من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الثالث هنا ما في أي تأثيرات للكواكب فيه فعشان هيك بنعطيه نسبة من الإيجابية اليوم يعني فيه نشاط وحركة وتواصل وقدرة على الاتصالات أو شيء له علاقة بالتنقلات ممكن اهتمام بشؤون إلها علاقة بالسيارة بالتليفونات بالأجهزة الإلكترونية أو بشيء له علاقة بالتضامن ما بينك وبين أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتركز الأمور على بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالبيت طبعا ما في أي تأثيرات فبتتعاملوا على طبيعتكم مع أفراد العائلة أو أبنائكم أو إنجازاتكم أعمالكم المنزلية بتكون روتينية ممكن يظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة أو تتوتر يتوتر أمر ما يطلب منك نوع من أنواع الإهتمام بشكل كبير أو ممكن وضع عائلة معين يطلب منك الوجود أو إحداث بعض القرارات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة وصلت للدرجة 28 اللي هي تقريبا ضايل درجتين وبتغادر الأسد فما زالت بتعطي بعض الحضود لأنه هي بتشكل زاوية اللي هي زاوية التثليث مع المريخ زاوية التثليث مع القمر الأسود وزاوية التثليث برضو جاي مع برج القوس فعشان هيك اللي هو بتيجي مش مع القوس بتيجي مع ذيل التنين يعني العقدة الشمالية فعشان هيك مش كثير إحنا بنهتم في تأثيراتها لأنه تأثيراتها شوي بتتركز على الأمور العاطفية فعشان هيك العاطفة بتكون جياشة ممكن تتهور ببعض الملذات أو بعض النزوات بالفترة هاي أو الدخول بعلاقة عاطفية أهم إيش إنك تضبط عصابك ما فيه داعي للتهور برضو بتعمل نوع من أنواع تقارب الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين وبرضو بتعزز من علاقتك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس طبعا ما فيه أي تأثير للكواكب موجود فعشان هيك بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني على حسب ما أنتم معتادين وبرضو بالنسبة للوضع الصحي تقريبا بتستقر الأوضاع بما أنه القمر رح يدخل للحمل فهو شوي بيخفف الضغط على الوضع الصحي وبتستعيد عفيتة خلال هذا اليوم أو ممكن تشعر بالطمأنينة أو ممكن تجد نوع من أنواع العلاجات أو تبادر بعلاج معين أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بما أنه عنا الشمس موجود في العشرية الأولى وعنا عطارد موجود تقريبا يعني في مراحل يعني انتقل هو وصار في العقرب ولكن ما زل بيأثر على آخر ثلاث درجات من العشرية الثالثة فوجود الشمس في العشرية الأولى على الدرجة ثمانية وثلاثة وخمسين هي عملة تقابل أول إشي مع القمر عملة تقابل مع حد البيت عملة تربيع تيجي برضو مع حد العقل السماوية أو وتد عمود السماء لغلبيت العاشر وبرضو عملة زوية تربيع مع المشتري فعشان هيك هنا بعض الأمور بتصير مربكة بالنسبة للشمس وبتقلل من حضوظها عشان هيك الأمور على مستوى الشراكة فيها نوع من أنواع الاضطراب وخصوصا علاقتكم مع الأزواج أو شركاء المال فهي بتحدث نوع من أنواع التقلبات أو القرارات السريعة أو التعنيف أو الخلافات أو النقاشات أو الجدالات أو محاولة اتخاذ قرار حاسم بأمر بتعلق في أمور الشراكة عشان هيك موليد العشرية الأولى وأول موليد العشرية الثانية هذول أكثر ناس رح يتعرضوا لهذه الضائقة أو لهذه المشاحنة أو لهذا الخلاف ما بينكم ضبط العصاب مطلوب وترجيح العقل على العواطف هو المطلوب بالفترة هاي لاتخاذ القرارات أنا بنصح أنه تستنى لحديث ما يتحرك القمر كمان درجات لو الدام عشان أنت تقدر بميزان عقلاني تتخذ قراراتك بدون خلافات أو جدالات أو نقاشات حادي أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتتركز الأمور من عطارد اللي بيعمل تقابل مع أورانوس طبعا موليد العشرية الأولى هم أكثر يعني اللي متضررين من هاي الدرجة صحيح أنه هو بعزز نقاط إلا علاقة بالأموال المشتركة وممكن يجيب لك مكاسب وأرباح من شراكة ما أو تطور عمل ما أو أمور إلها علاقة بالصفقات التجارية المشتركة ولكن إنه برضو بتعمل نوع من أنواع اصدار القرارات بعد مرات لبعض الأشخاص بدون دراسة الوضع أو الميزانية أو الوضع المالي أو المشروع بطريقة جدية وعقلانية عشان هيك ممكن إنها دخلك في متاهة مالية برضو هاي بتضغط على الأمور على الأشخاص اللي عليهم أموال زي قروض أو أمور بنوك أو أمور إلها علاقة بالغرامات والمخالفات الضريبة إشي من حق الزوج أو الزوجة يعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فما في تأثيرات للكواكب فيه ولكن أنا شايف من بعض الزوايا اللي موجودة اللي إحنا منسميها زوايا البيوت بتعطي نوع من النوع الإيجابية عشان هيك بتعزز من قدرتك بالاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة بالجامعة بالامتحانات وفيها قوة هائلة جدا وبتعطي نوع من أنواع الحدود أو ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر والهجرة خلال اليوم ممكن تتلقى عرض معين أو تواصل معين ما بينك وبين شخص خارج البلاد أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا ما زالت الأجواء ضاغطة بشكل كبير وخصوصا على موليد آخر العشرية الثانية موليد العشرية الثالثة عدولة أكثر ناس بدهم ينتبهوا خلال فترة هاي من مشاكل إلها علاقة بالسمعة وتحذيرات للسمعة وتشويه السمعة وأمور إلها علاقة بالمجازفات والمؤامرات اللي ممكن تشوه السمعة أو يكون فيها مسائل قانونية نقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تدخل بأشياء مشبوهة بالفترة هاي ما تحاول أنك يتخوض أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك حتى على مستوى العمل إنجز أعمالك وحاول تخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل بدون حدية أو تقلب في المزاج عساس أنه الأمور ما تخرج عن السيطرة ويصير فيه شيء سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا ما فيه أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتنشطوا بالأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو تواصل مع الأصدقاء أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة فبتتعاملوا ما بينك وبين الأصدقاء بشكل ودي وروتيني أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما فيه غير نبتن عنها ونبتن يعني تقريبا بشكل اللي هي الزوايا الإيجابية اللي بتيجي مع الكواكب اللي موجودة بالجدي فهاي بتعزز نقاط لها علاقة بقدرة على إنجاز بعض الأعمال اللي إلك أو الاهتمام بأمور بتتعلق ببعض الأشخاص اللي بيعملوا معك برضو الأمور الصحية ممكن شوي يعني يحضر يصير فيها نوع من أنواع الوسواس أو القلق أو يسيطر عليك روح التشاؤم حاول أنك ما تتغيب عن عملك وحاول أنك ما تدخل بأي خلافات مع المعاونين في مكان العمل برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد أفراد العائلة أو أحد الإخوة أو أحد أبناء الإخوة برج الثور طبعا بالنسبة لبرج الثور بما أن القمر دخل على بيت المتاعب يعني لغاية ساعات الصباح بظل في نوع من أنواع التواصل والاتصالات أو اللقاءات أو أشياء لها علاقة بالأصدقاء يعني ممكن تنشط أو بزيارات أو أمور من هذا القبيل ولكن مع ساعات الفجر بتبلش الأمور تضغط بشكل سلبي وتعمل عندك تقلبات لدرجة أنه ممكن تفقد السيطرة على بعض الأمور بدك تتهيئ أنه الفترة هاي تحمل أشياء لها علاقة بالتعطيلات أو لها علاقة بالتقلبات المزاجية السريعة ممكن بعض الأمور توترك أو تدخلك بحيرة من أمرك فعشان هيك ضبط الأعصاب لازم يكون موجود على الساحة وتحكم العقل أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا بتتركز الأمور على بعض المسائل المالية في منك رح يحل بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم وفي منك رح يدخل ببعض المسائل لإلها علاقة بعمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم بيكون جيد لإلكم المحتالين وأشخاص بتآمروا عليك أو تدخل بيغرروا فيك يعني تدخل بمشروع شوي يكون صعب أو في نوع من أنواع الصعوبة اللي من خلاله ممكن يصير في نوع من أنواع الخسارة أو سرقة أموالك أو النصب عليك فعشان هيك بدك تكون حذر من أي مغامرة مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما في أي تأثير للكواكب فاتصلاتك وحواراتك ونقاشاتك بتكون روتينية تتعامل مع الإخوة مع الجيران بطريقة ودية ممكن اليوم يعني يكون في عندك دراسة أو امتحان أهم شي أنك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ أو في تنقلات كثيرة بدك تحذر أثناء تنقلاتك خصوصا أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك صحيح ما فيه شيء بخوف ولكن لازم نحذر بما أنه ما فيه كواكب موجودة أو تأثيرات لا اتصالات فمعناته هاي شوي بتكون ممتزجة في بعض الأوقات بدل من خاف من حذر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا اليوم فيه مسألة اللي علاقها بالعائلة رح تظهر على الساحة فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن بعض الأشخاص منكو يصير فيه عنده فرحة أو مناسبة معينة أو خبر معين بتعلق بأحد أفراد العائلة يعني ممكن الأجواء يكون فيها برضو أمور إلها علاقة في البيت في ديكور في تغييرات أثاث تصليحات تزبيطات يعني أشياء إلها علاقة بتطوير يا منزلي يا عائلي وبرضو علاقتكم جيدة وممكن يكون فيه حوار أو قوة بالحضوض خصوصا للأشخاص اللي موليد العشرية الثالثة بالأمور البيتية والعائلية أكثر من موليد العشرية الأولى والثانية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بتتركز الأمور على الأمور العاطفية فأنا شايف الأجواء تقريبا الروتينية ممكن موليد أول ثلاث موليد من برج التور هم اللي ممكن يصير عندهم بعض الأمور العاطفية أو يحسوا ببعض الرغبة لدى العواطف أو تقرب من الحبيب أو ممكن هيك يصير فيه تواصل ما بينهم أما بالنسبة لباقي الموليد فتعاملكم العاطفية رح يكون روتيني يعني بدون لا إيجابيات ولا سلبيات على طبيعتكم تتعاملوا مع الأحبة بالفترة هاي أهم شيء إنك ما تغامر وما تجازف وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عنا هنا الشمس زي ما حكينا بتشكل زاويتين تربيع وزاويتين مقابلة فعشان هيك منقول إنها هي في ضغط عالي من النحوس بدك تنتبه لأمور إلها علاقة بالصحة أو بالعمل ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو يظهر خلل معين أو ممكن شيء يطلب منك جهد لحله بالعمل أو بمشكلة بمكان العمل أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وفيه ممكن بعض الأشخاص يعني يصير عنده شيء إلها علاقة بالصحة زي تراجعات صحية أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمراجع الطبيب أو بعض الفحصات أو الإجراءات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهونا بتتركز من عطارد اللي بيشكل زاوية تقابل وزاوية تزديس فهاي بتعمله نوع من أنواع الممتزج بالأحداث فهونا بتركز الأمور على علاقتك مع الشريك أو مع الزوج صحيح أنه عطارد جاي في أول الدرجات العشرية الأولى هم أكثر الأشخاص بدهم يضبطوا وعصابهم أثماء التعامل مع الشريك ما في داعي للإنفعال ولا العصبية ممكن تظهر بعض الخلافات أو المشاكل أو المشاحنات اللي شوية تكون حادة أو يتقلب المزاج أو تكون مش مفهوم أو الطريقة تتطرح لموضوع معين تكون مش واضحة فممكن تسبب بعض الخلافات وتكونوا حاذرين منها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة في منك رح يحصل مكاسب خلال هذا اليوم بتيجي من شراكة أو بتيجي دعم معين أو تحصيل الأموال لإلك أو مستردات مالية في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة ببنك أو ضريبة ممكن يحلها أو يحل موضوع العلاقة بالقضايا المالية أو القضية مالية أو إشي العلاقة بالنفقات في بعضك رح يهتم في المسائل الروحانية بشكل كبير ورح تكون النتائج بالنسبة لأله أو يعني نتيجة البحث هذا ممكن تكون مرضية بالنسبة لأله أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بتتركز الأمور على أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر طبعا أنا اللي شايف أنه تقريبا كل البيت التاسع للهذا اليوم عشان هيك أي شيء العلاقة بالامتحانات أو بالمناقشات بده دراسة واستعداد أي شيء العلاقة بالسفر ممكن يصير في بعض الأعطال أو أنه يصير في بعض الصعوبة أو بعض الضغوطات عشان هيك بتكونوا تحاذروا في كل شيء العلاقة بالبيت التاسع ما تستهينوا بأي أمر مش بس موليد العشرية الثالثة وموليد العشرية الثانية لا حتى الأولى بدهم يعتمدوا المنزلة أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة خالي من تأثيرات الكواكب يعني بمعنى آخر تقدروا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مكان العمل وأيضا تقدروا تعززوا من علاقتكم مع زملائكم أو رؤساكم بالعمل بشكل قوي جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز نطاق الصداقة عندك والحركة الاجتماعية فممكن تنشط ببعض المسائل الاجتماعية أو التواصل مع الأصدقاء بشكل قوي ولكن بدك تحذر من بعض الخلافات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ وخصوصا على موليد آخر العشرية الثانية آآ أول العشرية الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا من خلاف أو صدام أو صدمة أو انكشاف أمر معين بتعلق بأحد الأصدقاء ما في داعي للحدية حوله ضبط أعصابكم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فطبعا حكينا بما أنه القمر رح يدخل لبيت المتاعب فهي الفترة رح تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ممكن يصير بعض الأعطال أو يتأجل بعض الأمور أو يعني يصير فيه تأجيل لبعض الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ يعني حاولوا تضبطوا أعصابكم انتبهوا للوضع الصحي من بعض التقلبات إن شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم برج الجوزاء طبعا بالنسبة لبرج الجوزاء بظل التركيز على العامل الاجتماعي وعامل السمعة خلال هذا اليوم فعشان هيك أي شيء العلاقة بالسمعة بدكوا تحافظوا عليه حولوا ما تخذوا بأي شيء بشوه سمعتكم أو بدخلكم بمتاهات بالفترة هاي وفي ساعات الصباح أو بداية النهار النشاط الاجتماعي هو اللي رح يكون غالب عليكم طبعا اليوم انتو مشحونين بطاقة عالية جدا عندكو رغبة بالتحرك والتنقلات والاتصالات مزاجكم هادي إلا أنه في بعض الأوقات ممكن شوي هيك يتعكر مزاجك من بعض النقاط اللي لها علاقة بزميل بالعمل برئيسك بالعمل ممكن خلاف نقاش أو أمر له علاقة ببعض الأشياء أو التصرفات اللي ممكن تشوه السمعة فعشان يكديروا بالكو من المجازفات والمغامرات بالفترة هاي قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فما في أي تأثير على أمور الوضع المالي فبتتعاملوا على طبيعتكم بالفترة هاي ممكن شوي يعني يصير فيه نوع من أنواع المكاسب أو أرباح أو تعويضات أو أشياء لها علاقة بالعود لمكان العمل أو ترتيب وضع مالي معين الأجواء خالية من الكواكب ولكن أنه برضو بتعطي نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء برضو بتركز على أمور التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات الزهرة بتدعم موليد العشرية الثالثة فبتعزز النقاط عندهم بقوة فبينشطوا بشكل رائع جدا اليوم ممكن ينجحوا بالتسويق لأمر ما أو إيصال الفكرة أو أمور إلها علاقة إما بشراء سيارة أو أجهزة إلكترونية أو تليفون أو أمور يعني بتطلب منهم التنقل والاتصالات أو التنقل ما بين المدن بشكل كثيف طبعا أكثر المستفيدين هم موليد العشرية الثالثة من هذه النقاط أكثر من موليد العشرية الأولى والثانية أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت ما في أي تأثيرات بتتعاملوا على مستوى البيت على طبيعتكم الأجواء الروتينية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو بعض التصليحات أو الاهتمامات المنزلية وفي منكم رح يهتم ببعض المشتريات أو الشأن العائلي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتعزز المجال العاطفي بشكل أكبر ولكن اليوم ممكن تصحى من صدمة معينة تصير تفكر بشكل عقلاني في بعض الأمور حاول قدر الإمكان ما تنفعل ما تعصب خلي كلامك واضح بدون ما يكون في نوع من أنواع الاستفزازات يعني ممكن اليوم تكون عقلاني أكثر من إنك عاطفي بشكل كبير وخصوصا موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثانية هم اللي رح تظهر عندهم هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك السادس فهنا بتكون تحذر من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل والصحة ممكن يصير بعض التقلبات أو تظهر بعض المشاكل أو بعض الخلافات اللي ممكن إنها شوية تمس سمعتك أو في مكان عملك أو إنها تعمل نوع من أنواع ردة الفعل ما بينك وبين أحد زملاء حاول تنجز أعمالك بشكل قوي بدون ما تهملها وفي نفس اللحظة يعني ما تستسلم زي ما بيحكوها أنه خلص عمل خلصته بكفي لا ممكن يصير فيه أخطاء ويرجع العمل بالعكس ويكون فيه مشكلة بدك تنتبه للوضع الصحي عندك بشكل كبير من بعض التقلبات وخصوصا التقلبات اللي بتيجي على مستوى أمور إلها علاقة بال بالالتهابات بأمور الأعصاب بأمور القلق أو أمور إذهاب العقل أو يعني اللي بوخدوا حبوب أو بوخدوا مهدئات هذولا بدهم يكونوا حذرين وينتبهوا أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بيت الشراكي تقريبا اليوم موليد العشرية الثانية ممكن يصير عندهم بعض الأشياء الإيجابية أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبين بعض ممكن يعني تحمل أجواء إيجابية ولكن موليد آخر العشرية الثانية والثالثة ممكن يصير عندهم خلاف أو نقاش أو حوار أو ردات فعل أو اصدار قرارات بشكل عنيف بالفترة هاي فإنتبهوا لأي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة وبتسبب لك نوع من أنواع التوتر والقلق وخصوصا موليد من منتصف يعني من منتصف برج الجوزة ولغاية نهايته هدولة أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين على تقلبات الوضع المالي من شراكه لأنه متقلبة بشكل كبير في منكم ممكن يحصل بعض الأموال ولكن عن طريق التحايل أو عن طريق الذكاء يعني بدناش نقول بدهم ينصبوا لا أذكياء فممكن يحصلوا بعض الأموال أو يغرروا ببعض الأشخاص أو أنه ممكن أنه يعني تيجي نوع من أنواع أنك أنت بتلف المواضيع عشان تيجي مثل ما بدك وتحصل على هاي الأموال في منكم رح تكثر عنده المصاريف أو المجازفات أنا ما بنصح في أي شراكة بالفترة هاي على المستوى المالي أو تهور بدون دراسة المشروع أو استشارة أهل الإقتصاص ركز بشكل جيد قبل اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء خالية ما في أي تأثيرات للكواكب فعشانك بتتعاملوا على طبيعتكم على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر أو علاقتكم مع الأجانب أو حتى دراستكم الجامعية أو مراسلاتكم بتكون طبيعية وعلى حسب جهدكم وأفكاركم بتستغلوها خلال هذا اليوم أهم جميعكم ما تعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر نبتن بشكل عنا يعني زاويتين تربيع والزاويتين شوي رح يعملهم فوارق خلال هذا اليوم عشان هيك منقول لك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تعمل أي شيء مشبوه اليوم وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل في منكم رح يحصل بعض المكاسب اليوم إما بعلاقات أو بمعارف أو ممكن من أشياء يعني تحصلها لما أموال ممكن ما كان متوقعها يعني بمعنى آخر مدين أشخاص يأخذ منهم دعم خارج يجي شخصية فذة هيك أو عالية أو راقية أو غنية أو بمنصب يدعموكم شوي أو يصدروا قرارات لصالحكم يعني الأجواء فيها بعض الحلول أو بعض المكاسب إذا استغلتها بشكل جيد فهي لصالحك أهم إشياء ما تستغلها بطريقة سلبية يعني بدون ما تحتال أنت عشان تحصل هاي الأموال هو إذا احتلت رح تحصل هاي الأموال الأجواء يعني بتدعم هاي النقطة ولكن يعني مش بدلك على الشر أنا بحاول إنه أخليك يعني شوي تكون عقلاني أكثر في منك ورح يحصل مكاسب وبرضو ممكن إشي عزز مكانك بالعمل أو عملي جديد أو عرض إلو علاقة بعمل ما أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر صار موجود الآن ولكن المريخ برضو القمر الأسود موجودينه بشكل زوايا تربيع وتثليث مع الزهرة فعشان هيك اليوم اضطراب رح يكون على مستوى العلاقات أو المعارف أو الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء فممكن تجد تحالف ولكن رح تتعامل بالعقل يعني ما حد رح يقدر يضحك عليك اليوم بمعنى أنه أنت عقلك نشط جدا وذكي جدا ولماح جدا العقل هو اللي بيلعب معك عشان هيك ممكن هاي الأمور تسبب لك خلاف ما بينك وبين بعض الأصدقاء لأنه ما رح تعرف الجامل أساسا وبرضو هاي بتسبب لموليد العشرية الثالثة صراع يعني ما بين نشاط مع أشخاص ممكن يكونوا شوي سلوكم مش جيد أو ممكن أنه تنجر ورا شيء له علاقة يعني بالنزوات أو مخالفة الشرائع أو القوانين أو التمرد وهذا الإشي رح يسبب لك نوع من أنواع الإرباك وبرضو ممكن أنه يصير في تواصل أو دعم من بعض الأصدقاء لا إلك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء فتخيل الثلاث أمور هاي ممكن تتكرر مع بعض إيش اللي رح يصير فيك اليوم معناته اليوم اضطراب عالي جدا على مستوى المعارف والعلاقات ورغم أنه في مكاسب وأشياء إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس أورانوس بشكل زاوية التقابل حكينا معه طارد ما في أي زوايا أخرى فعشان هيك بنقولك في بعض المفاجآت رح تكون على مستوى بيت المتاعب إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة فعشان هيك بدك تهتم بصحتك بشكل جيد وتهتم بأعمالك بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا بالفترة هاي ممكن تحصل بعض المكاسب أو تحصل بعض الأمور الجيدة إذا هتميت فيها من بعضكم ممكن وإي هيك يشعر ببعض التوعق أو قلق على صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا رح يظل فيه نوع من أنواع النشاط اللي بدعمكم فيه القمر بوجوده صحيح أنه هذا النشاط رح يكون على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات أكثر ولكن في ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لأمور إلها علاقة يعني بالعلاقات والسمعة والعمل رح تصير مكثفة أكثر يعني حياتك بدأ تصير منطقية وواقعية أكثر فبتطلب منك الجاهزية الكبرى خلال هذا النهار أما بالنسبة للوضع النفسي فممكن شوي اليوم هيك نفسيتك تكون متقلبة أو متأرجحة فعشان هيك رح تقلب المزاج عندك بأكثر من مرحلة خلال هذا اليوم ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للانفعال أو للعصبية أو فقدان الثقة بالذات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل لموليد العشرية الثالثة فرص ومكاسب مالية عادة تجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن تحصيل أموال أو حقوق لإلكم أو مشروع جديد أو شيء من أنواع الهبات فحاولوا قدر الإمكان أنكم ترتبوا أو ضعقوا فيه منكم ممكن يحصل دين لإلو قديم أو ممكن يدخل بمشروع ما أو ينعرض عليه مشروع في أرباح حاولوا أنكم تستغلوا بشكل جيد وما ضيعوا الفرصة من إيدكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث ما في تأثير للكواكب ولكن موليد أول خمس أيام من موليد برج العذراء ممكن يحصلوا بعض المكاسب أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتجارة أو التسويق أو البيع أو تجارة السيارات أو حتى الهواتف هدولة اللي بيشتغلوا في هاي المجالات هم اللي رح يستفيدوا أكثر شيء خلال هذا اليوم ورح ينشطوا بعضكم للتسويق أو أمور إلها علاقة بالتنقلات والامتحانات أو أمور إلها علاقة بالسفريات الطارئة يعني الأجواء برضو بتحمل أشياء إيجابية وبتساعدكم بقوة على مستوى البيت الثالث أهم مش اللي عنده امتحان أو مقابلة من موليد العشرية الثانية أو ثالثة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الوضع شوي رح يكون ضاغط على مسائل إلها علاقة بالبيت يعني بمعنى آخر الشمس بوضعها هون ممكن شوي تخلي الأمور أو التفكير عقلاني أو القرارات تكون صادمة أو قرارات حادة فعشان هيك بدك تدير بالك من اتخاذ قرارات ممكن تكون مصرية وخصوصا موليد آخر العشرية الأولى أول العشرية الثانية هدولة اللي بدهم يحذروا من بعض المواجهات اليوم أو بعض الأحداث المنزلية اللي بتطلب اتخاذ القرار فهذا القرار لازم يتخذ عقلانياً مش عاطفياً وفي نفس اللحظة رح تركز على أمور إلها علاقة بالتصليحات والترميمات أو الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو نفس الشيء اليوم رح تدخلوا في نوع من أنواع المواجهات أو الحوارات أو النقاشات أو القرارات العقلانية أكثر من إنها عاطفية فعشان هيك اليوم يعني رح تستثنوا عطارد لأن عطارد رح يغرر فيكم ولكن أنتوا اليوم عندكم قدرة على التفكير بمنطقية وواقعية وخصوصاً بالمستقبل أو مستقبل علاقة عاطفية أو حتى بالحوار والنقاش والتعامل مع الأحبة يعني ضبط الأعصاب مطلوب بشكل قوي وما في داعي للإنفعال ولا في داعي للتوترات الأمور دعميتك تقدر تتخذ القرار اللي بناسبك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل والصحة صحيح أن الأجواء فيها إيجابية ودعمة بقوة فممكن يجيك عمل بشكل مفاجئ أو أمور إلها علاقة بطلب عمل أو عمل سريع هيك بيجي لحله أو بتهتم ببعض الشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة على كل حال يعني كل البيت السادس إجمالا فيه نوعية من الإيجابية اللي بتساعدك وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منقول لما وليد العشرية الثانية والعشرية الثالثة أكثر الأشخاص أنتوا بتكونوا تضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع شركاء المال أو مع الأزواج ديروا بالكم من أي خلاف أو حدية أو نقاش أو حوار حاد ممكن يسبب صدام بينكم ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لاتخاذ القرارات القاطعة يابل ما تراجعوا حالكم وتشاوروا في هذا الموضوع أهم مش أنه ما تخلوا حد يتدخل في شؤون حياتكم نهائيا أنت بدك تكون صاحب القرار باتخاذ قراراتك في بعضكم ممكن يحصل يعني مكاسب أو تطور لعلاقة معينة يعني توجهه باتجاه ارتباط أو تطوير علاقة أو ممكن أنه يعني تفكر في زواج ولكن هدولة قلة بالفترة هاي من موليد برج الجدي أما بالنسبة للبيت الثامن فبيت الأموال المشتركة فارغ ما فيه أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتتعاملوا على طبيعتكم في أمور الأموال المشتركة أو المنوكة أو القضايا المالية أو الضريبة أو حتى الغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء زي ما حكينا أنه القمر رح يظل موجود لغاية ساعات الصباح بمنحكم قوة بالاتصالات والحوارات والنقاشات صحيح أنه ممكن يجيك خبر شوي مش جيد خلال النهار أو ممكن تستاء منه من شخص خارج البلاد أو من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل أو الاتصالات دير بالك من الامتحانات أو الارتجال بالمقابلات يعني بمعنى آخر بدك تكون مركز بشكل جيد وتكون مفتح عينيك وذينيك وكل شيء على أساس أنه أنت تقدر أنك أنت تتجاوز بعض الصعوبات اللي ممكن تيجي على البيت التاسع احذر أثناء تنقلاتك وإحذر أثناء امتحاناتك أما بالنسبة للبيت العاشر فقلنا أنه القمر رح ينتقل فاليوم الصراع كامل رح يكون على مستوى بيت السمعة عشان يكي حاولوا قدر الإمكان أنه ما تشوهوا سمعتك ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأشياء مشبوهة ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا في مشاكل حادة حاولوا ضبط الأعصاب قدر الإمكان حتى في مكان عملكم وعلاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل وطبعا هاي بتشمل كل موليد برج السرطان بدون تحديد عشريات لأنه القمر رح يأثر على موليد العشرية الأولى ونصف العشرية الثانية والمشتري رح يأثر على موليد النصف العشرية الثانية لغاية نهاية البرج فعشان ضبط الأعصاب مطلوب صحيح أنه في زوايا إيجابية يعني أشخاص لو بتطلعوا القارطة الفلكية بلاقوا أنه في زوايا ما بين المريخ والزهرة فعشانك منقول قلة من موليد برج السرطان ممكن يحصلوا على عمل جديد أو على علاقة مع شخصية معينة أو دعم في مكان العمل باقي يعني بظل في نوع من أنواع الضعف أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم بيحملك أشياء لها علاقة بالتفكير المنطقي ببعض العلاقات أو بعض الأصدقاء ممكن الأصدقاء الجدين أو الجديين أو الملتزمين أو الأصدقاء صحهم اللي يظهروا في حياتك خلال هذا اليوم يعني أصدقاء اللهو والمرح والهاي الأشياء ممكن اليوم أنت تستثنيهم أنت بتبحث عن أشخاص يعني حاب أنهم يوقفوا معك وقفة كاملة الأجواء بتساعد لإنجاز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأصدقاء أو يعني حل بعض الأمور بشكل عقلاني بالفترة هاي أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني تسعد فيها بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا البيت المتاعب ما فيها التأثيرات السلبية يعني تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أكثر من سلبية فما نقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم وبرضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات حافظ على غذائك وراحتك ممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة يعني أو شخص مقيم خارج البلاد برج الأسد طبعا بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو الأموال تحديدا هي اللي بتشغل فكركم أو الدفعات أو ارتباكات مالية أو مصاريف مالية أو إلها علاقة بالوضع المالي إجمالا أو غرامات أو وضع يعني الأموال تحديدا هي اللي بظلها مشغل فكركم لساعات الصباح من ساعات الصباح بصير عندكم نشاط عالي جدا ورغبة بأمور كثيرة تنجزوها خلال هاي الفترة فعشان هيك الأجواء رح تكون إيجابية ودعم لإلكم بقوة خلال فترة هاي في النسبة من الحضوض عالية وبرضو بتتحسن الأجواء بشكل قوي وحتى نشاطكم العاطفي أو الأمور العاطفية ممكن تنشطوا فيها بشكل كبير وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم اللي رح يتحركوا بشغلات إلها علاقة بالعواطف أكثر الحضوضة بتدعمكم حتى على المستوى المالي يعني البيت الثاني أو الموليد العشرية الأولى يعني هذول أكثر الأشخاص اللي ممكن يحصلوا مكاسب أو اهتمامات مالية أو أرباح بالفترة هاي أو ممكن يصير عندهم تطور مالي بدعم أو تحصيل أموال لإلهم أو راتب زيادة أو أشياء لها علاقة ببعض التحسينات فعشان هيك الأجواء رح تكون إيجابية وتدعمكم بقوة بالفترة هاي خصوصا على الوضع المالي فحاولوا إنكوا تستغلوها بشكل قوي خصوصا موليد يعني موليد الأسد ككل ولكن موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس مستفيدين ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأمور بتتركز على الشمس فعشان هيك اليوم تنقلاتك وتحركاتك اتصالاتك وحواراتك كلها بتيجي منطقية وعقلانية أكثر بتحكموا العقل في كثير من التصرفات اليوم حتى ممكن إنكوا تكونوا صادمين بقراراتكم أو باتخاذكم لبعض القرارات حاول قدر الإمكان إنك ترتب الأجواء وحاول إنك برضو ما تتزمت برأيك حاول إنك تناقش بعقلانية وبتواضع خلي الحوارات تكون جيدة وخلي التواصل تكون جيد في منك رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من تسويق أو أمور العلاقة بالسيارات أو بالهواتف أو بالأجهزة الإلكترونية رح يكون لكم اهتمام عالي اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة يحاول إنه يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد كثير على الحضوض رغم إن الأجواء بتدعمك ولكن بدك تنتبه أثناء ترقلاتك وأثناء حركتك من بعض المخاطر اللي ممكن تكون على أشياء لها علاقة بالحوادث أو عدم التركيز في منكم رح يدخل بحدية أو نقاش ما بينه وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجواء بتركز على حدث منزلي أو عائلي ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الخليط خليط ما بين التسرع أو اتخاذ القرارات اللي شوي ممكن تكون فيها عصبية وحدية أو تسرع في بعض الأوقات وبرضو بأمور ممكن إنها تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية زي تصليحات وترميمات أو حل وضع منزل يعني فيه نوع من أنواع التقلب بالنتائج أو بالطريقة تتخاذ القرار حاول تكون واضح ودير بالك من توجيه أي كلام لاذع أو حد أو مواجهات يعني تسبب نوع من أنواع الخلاف على المستوى العائلي أو بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأجواء تقريبا بتحمل أشياء فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى العاطفي فممكن العاطفي تلعب دور شوي في بعض المسائل للحب أو التواصل مع الأحبة أو دعم معين الأهم ضبط الأعصاب ما في داعي للتسرع في بعض الأوقات وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يضبطوا أعصابهم وممكن اليوم يعني تخرج في نزهة أو ترفيه أو حتى مغامرة عاطفية زي ما حكينا ضبط السلوك برضو مطلوب أما بالنسبة للبيت السادس فهنا موليد العشرية الثانية موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدهم ينتبهوا صحيا خلال الفترة هاي وحتى على أمور إلها علاقة بالعمل فممكن تظهر بعض الخلافات أو المشاكل على مستوى العمل اللي ممكن هاي شوية تسبب لكم نوع من أنواع القلق أو الإيرباك عشان هيك يحاول قدر الإمكان تنجز أعمالك بالكامل حتى لو تعمل ساعات إضافية ركز بعملك دون خلافات أو صدمات ما بينك وبين يعني أحد المعاونين لا إلك في منك رح يشعر ببعض التعب الصحي أو التوتر الصحي إجمالا برضو هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع العمل الجديد أو العمل المضاف أو حل أزمة إلها علاقة بالعمل أو صحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية على مستوى علاقتكم بالشركاء فبتتعاملوا على طبيعتكم ما في داعي لا تتهور أو تتخذ قرارات صادمة بالفترة هاي بما أنه بيت الشراكي خالي من أي تأثيرات للكواكب فهذا شوي بيخليك يعني ممتزج الطباع على مستوى البيت فعشان هيك في لحظة بتكون إيجابي ولحظة بتكون سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فزي ما حكينا أنه تأثيرات رح يتكون على الأموال المشتركة حتى ساعات الصباح في منك رح يحصل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ولكن يتكونوا ديروا بالكم من المخالفات والمغامرات والمجازفات المالية بالفترة هاي ما تهملوا أي أمور إلها علاقة بالقضايا المالية أو أمور إلها علاقة بأموال الغير أو أموال الشريك أو أموال الزوج يعني حاولوا قدر الإمكان ما تتهوروا بهاي المسائل عشان ما تصير فيها نوع من أنواع السلبيات في منكم ممكن يحصل حقوق لا إلو بالفترة هاي أو ممكن يحصل بعض الأموال اللي كان صعب أنه يحصلها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهنا فيه عندنا مزيج كبير على مستوى البيت التاسع رح يكون من الأحداث خلال هذا اليوم منها إيجابي ومنها سلبي فعشان هيكي بنسميها أنه يعني إيجابية وسلبية مع بعض رح تكون على مستوى البيت التاسع يعني في منكم رح ينشط بأمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد والدراسة والامتحانات الجامعية برضو هاي رح تهتم فيها أو قسم كبير رح يهتم فيها ولكن بتكون تحذروا أنه رح تتقلب ما بين إيجابية وما بين سلبية يعني ممكن تنشط بالسفر البعيد ولكن بدك تحذر أثناء تنقلاتك ممكن تنشط بالامتحانات وتكون إيجابية لإلك ولكن ما تتسرع بالإيجابة يعني برضو ممكن تتلقى اتصال من شخص خارج البلاد يطلب منك العقل والحوار العقلاني بدون ما تحكم العواطف يعني بمعنى آخر أنه المزيج هذا شوي رح يكون مرهق وخصوصا اليوم على مستوى البيت التاسع لا كل موليد برج الأسد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة مازال أورانوس موجود وبعمل مقابلة زي ما حكينا مع عطارد فعشان هيك يعني بدكوا تنتبهوا من أي شيء بشوه السمعة وخصوصا موليد نصف العشرية الأولى لنصف العشرية الثانية هذولا أكثر ناس بدهم ينتبهوا من بعض التقلبات فما يخالفوا القوانين ما يجازفوا ما يغامروا ما يدخلوا بأعمال مشبوهة بالفترة هاي يحاولوا أنهم ينجزوا أعمالهم بشكل عقلاني ويخلوا علاقتهم جيدة ما بينهم وبين زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا قوية شيئا ما بتركز على علاقاتك وأصدقائك ودعم من الأصدقاء ممكن اليوم تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بزيارة أو تقابل أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من علاقاتك بشكل ممتاز أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي تأثيرات للكواكب عشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة انتبه لوضعك من التقلبات الصحية ممكن شوي تنشط بزيارة مريض أو عيادة مريض أو يبقلق على صحة أحد الأحبة برج العدراء طبعا القمر رح يتحرك اليوم من المقابل تماما اللي هو بيت الشراك المالية والعاطفية اللي أنت رح يظل محور اهتمامك لغاية ساعات الصباح أمور إلها علاقة بالزوج أو بالزوجة أو بالشركاء المال أو أمور قانونية أو بحث في بعض المسائل القانونية بالفترة هاي لا أمور إلها علاقة بالوضع الصحي أو تقلبات الصحية ولكن من ساعات الصباح برضو الأمور رح تستقر أكثر بدخول القمر للبيت الثامن فرح يصير اهتمام ممتزج يعني بين إيجابية وسلبية على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك حاول أنك ترتب أمورك المالية لأنه هي أكثر الأشياء اللي رح تهتم فيها خلال هذا اليوم النفسية اليوم تتحسن أكثر كل ما اقتربنا لساعات الصباح صحيح أنه فيه كثير من الأحداث رح تكون ولكن منها أحداث ممكن تكون لصالحك يعني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتتركز على مسائل إلها علاقة بالأوضاع المالية شوي رح تكون أنت يعني حد في بعض الحسابات فممكن اليوم تعصب أو تحتد على بعض الأشخاص بسبب وضعك المالي أو بسبب حقوق لا إلك بمنك رح يحصل مكاسب من عمل إضافية أو مستردات أو هبات ولكن رح تظهر مصاريف بشكل مفاجئ ممكن تطلب منك شوية جهد وخصوصا أمور إلها علاقة بالزوج أو بالزوجة أو مصاريف بيتية أو قانونية أو أمور إلها علاقة بالحقوق يعني بمعنى آخر أمور إلها علاقة بالعواطف إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بالأحبة يعني هاي هي اللي شوي ممكن تضغط عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم رح تنشطوا بالاتصالات والحوارات شوي عندك حدية بالطباع والكلام اللاذع حاول أن تكون مرن ما في داعي أنك تتهور أو تعصب خلال هذا النهار إنجز الأشياء الضرورية والمهمة بدون إنفعلات انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء نقاشاتك إذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد في منكم ممكن يتلقى دعم معين أو مؤازرة من إخوة أو من أقارب أو حتى من جيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء إيجابية وقوية على مستوى البيت يعني بلشت الأمور تستقر شيئا ما على مستوى البيت وبتدعمك ففي حدث معين إلى علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة شوي كان مربك في الفترة الماضية ولكن اليوم تقريبا أخف حدية أخف ضغط فعشان تركيز إيجابي لازم يكون موجود إنجز الأعمال الضرورية والمهمة على مستوى البيت بدون إثارة الخلافات أو العدوات وبرضو ما تراكم الأعمال المنزلية وما تهملها أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا المستوى العاطفي هو الضاغط بشكل كبير على موليد العشرية الثانية وموليد العشرية الثالثة من خلافات ونقاشات وحوارات في منكم ممكن يخرج بنزوة أو ممكن يكون في نوع من أنواع الدعم من أحد الأحبة لأيلوه ولكن ديروا بالكم من اتخاذ القرارات الصعبة أو الأمور اللي ممكن تسبب خلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجوار روتينية ما في أي تأثيرات للكواكب فمتتعاملوا على حسب طبيعتكم بأمور العمل بأمور الصحة بأمور إلها علاقة بزملائكم أو رؤسائكم بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا أنه بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن لغاية ساعات الفجر حاولوا أنكم ترتبوا العلاقة بشكل جيد بدون أي حوارات أو نقاشات أو حدية بالطباع أثناء تعاملكم مع الأزواج ممكن يكون فيه دعم معين أو يكون دعم حليف لإلك من شريك المال أو حتى ممكن شوي تحط نقاط على الحروف لخلاف معين ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هو المربك اليوم ما بين المصاريف وما بين الدفعات والغرامات والمخالفات وأمور إلها علاقة بالقضايا المالية أو إشي العلاقة بأموال الدولة أو إشي العلاقة بالبنوك والضريبة والتأمين مزعج جدا الأحداث اللي ممكن تكون فمنكم برضو ممكن يحصل مكاسب أو يسترد أموال لإله أو يجي نوع من أنواع الدعم يعني هاي خربطة على مستوى البيت الثامن ما بين إيجابي وما بين سلبي فعشان هيك بتقدرش أنك أنت تحصر أنه هل هو إيجابي ولا هل هو سلبي فعشان هيك الأمور دائما بتيجي على المرحلتين الأمور المالية المشتركة هي أكثر إشي رح تهتم فيه إن كان إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتحمل أشياء إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأشياء إلها علاقة بالتعليم أورانوس بعزز بعض النقاط بقوة مش بالشكل العالي ولكن فيه اتصالات فيه حوارات فيه نقاشات إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وإذا أجاك سفرة أو تنقل ما بين المدن حاول أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نعطيها النوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل وعلاقتك بزملائك رؤسائك بالعمل وعلاقاتك العامة فممكن يتكاثفوا حواليك أو يساعدوك في مسألة ما أو يدعموك في أمر ما الأجواء حليفة ودعمة بقوة فصحيح أنه ممكن تزنزعج أو تذايق من بعض الأشخاص ولكن أنه خصوصا أقارب الزوج أو الزوجي يعني ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتعزز علاقاتك بقوة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الروتينية على مستوى أمور الأصدقاء فبيتعاملوا معك على حسب طبيعتك وعلى حسب طبيعتك أنت برضو بتتعامل معهم يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط على مستوى العمل صحيحة بتشعر ببعض التعب أو الإرهاق بالفترة هاي حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وانتبه لصحتك ولغذائك وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة بالفترة هاي ولكن بيطمئن بالك إجمالا هو قلق سريع وإطمئنان أسرع فعشان هيك يعني ما تحاول أنك تخلي هاي الأمور يتأثر عليك بشكل سلبي برج الميزان طبعا القمر في البيت السادس وبدو ينتقل على البيت السابع اليوم ضبط الأعصاب مطلوب يعني فيه أمور إلها علاقة بالشراكة أو تعزيز الشراكة أو أمور العمل والصحة ولكن أهم شي بدك تنتبه من بعض التقلبات اللي ممكن تصير أو بعض الأشياء المفاجئة الضاغطة اللي ممكن تسبب لك نوع من الأرق أو القلق فعشان هيك ضبط الأعصاب اليوم مطلوب في كثير من التحركات ممكن فيه أشياء تزعجك أو توترك وممكن تفقد الثقة في نفسك في بعض الأوقات أو حديتك ممكن تتقرب عليك كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة في المال فمنكم ممكن يحصل بعض المكاسب أو الأرباح أو حقوق أو عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا حتى الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن برضو أنك تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي اللي كانت معطلة بالفترة الماضية ولكن بدون انفعال وبدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات المزاج عصبي في بعض الأوقات ولكن رح تنجح في أمور إلها علاقة بالامتحانات وأمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات حتى وإن كثرت أهم شيء أن بعضك رح يهتم بمواضيع إلها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات أو حل مسألة إلها علاقة بأحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل إلها علاقة بالخلافات والمشاكل العائلية أو أحد أفراد العائلة أو أمر عائلي مقلق جدا وهاي رح تنصبح لموليد العشرية الثانية والثالثة فعشان هيك بتقديروا بالكم من بعض الأمور اللي ممكن تطرع على الساحة تسبب لكم بعض الخلافات الداخلية في منكم رح ينشط بمسائل إلها علاقة بالعقار أو أجار بيت أو تدعيم علاقته أو مؤازرته لأحد أفراد العائلة يعني فيه شيء رح يدخل نوع من أنواع التعاطف أو المجاملات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ما فيه أي شيء على المستوى العاطفي فبتتعاملوا مع أحباكم بشكل روتيني ما بينكم بين الحبايب أو ما بينكم بين الوالدين أو ما بينكم بين الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهنا زي ما حكينا القمر رح يظل موجود لغاية ساعات الصباح فممكن يتراكم بعض الأعمال أو يصير خطأ في عمل ما أو تقلق من عمل ما أو على أمور صحية يعني فيه ناس رح تنشغل على مستوى العمل وناس رح تنشغل على الأمور الصحية وفيه منكم رح يجد علاج أو يحل مسألة إلها علاقة بالعمل بشكل قوي بنوع من أنواع الدعم اللي رح يجي يعني من شخص ممكن زميل أو رئيس بالعمل يعني بدعمك بشكل قوي وممكن أنت تجد بعض الحلول بشكل جيد ممكن يكون من أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع هنا القمر بس يدخل رح يخلي في نوع من أنواع الخربطة أو اللخبطة يعني ما بين إيجابي وما بين سلبي فعشان هيك الأزواج تحديدا هم اليوم اللي رح يدخلوا في صراعات متطورة سريعة جدا إشي مرات مزاجكم ممتاز فيه تواصل ما بينكم جيد ما فيه حلول لبعض الأمور بتكون ممتازة تفاهم عالي فجأة فيه خلاف فجأة فيه نقاش فجأة زعل حتى لو عكاسة مي فجأة على مشوار فجأة يعني فيه خربطة كثيرة أهم جنك تضبط عصابكم ما فيه داعي للحدية والعصبية الأجواء متقلبة بشكل هائل خلال هذا النهار ضبط العصاب دازم يكون موجود والعقلانية هي اللي رح تحكم الموقف أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا فيه مفاجآت على مستوى الأموال المشتركة أو حدية أثناء مطالبة بحق لا إلك حاول أنك اليوم تكون جريء وطالب بحقوقك برضو ما تخالف القوانين وما تجازف بالأمور المالية مهما كانت الظروف لأنه الأجواء شوي بتدعمك وتعطيك إيجابية ولكن ما تحولها لسلبية وتنعكس ضدك أما بالنسبة للبيت التاسع ففيه منك رح ينشط باتصالات خارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو حتى حلول لبعض الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص مقيمين في دولة أجنبية أو ممكن زيارة أو ممكن سفر أو حتى الامتحانات على المستوى الجامعي الأجواء إيجابية ودعمة بقوة حاول أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت العاشر ما فيه أي تأثيرات للكواكب فبتتعاملوا على مستوى السمعة على طبيعتكم بدون لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم من علاقاتك ومعارفك وأصدقائك وممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو حتى أنه ممكن اليوم مؤازرة من الأصدقاء أو تجمعهم حولك في مسألة ما وممكن اليوم برضو يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة سعيدة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت المتاعب يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور العمل أو الصحة حتى لو تعمل ساعات إضافية توزيع المهام جيد وعدم تشتيت حالك بأكثر من مسألة برضو مطلوب بالفترة ما ترهيق حالك راقب غذائك راقب صحتك وخذ قصد كافي من الراحة برج العقرب طبعا الأجواء راح تظل إيجابي لغاية ساعات الصباح بتشعر بقوة وثقة بالنفس عالية جدا ولكن من ساعات الصباح الشوي راح تدخل بنوع من أنواع الاضطراب أو القلق خصوصا على المستوى العمل أو مستوى الصحة اللي بتطلب منك الاهتمام وبتطلب منك الوضوح بشكل كبير يعني بمعنى آخر ما في داعي للمجازفات أو المغامرات خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل بعض الفرص اللي إلها علاقة بالأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا النهار اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى حقوق لا إلك ممكن أنك تحصلها وتهتم ببعض المسائل المالية أهم شيء أنك ما تبالغ بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا ضاغطة بشكل كبير العصبية والحدية والتسرع باتخاذ القرارات هاي واضحة بشكل قوي فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب عدم التسرع مطلوب ضبط الحركة وأثناء التحرك أثناء إنجاز أعمالك أثناء تنقلك بالسيارة بدك تكون حذر وواعي ما في داعي للطيش بالفترة هاي خوفا من الحوادث أو الإصابات ممكن تحتد أثناء التعامل مع أحد الإخوة أو مع أحد الجيران ممكن تجد حليف لإلك أو تعرف تسوق لمسألة معينة وممكن تقرأ في وجوه الناس معاني لأشياءهم مخفينها أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأمور على المستوى البيت والعائلة بتتعامل فيها بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الخامس في بعض الأحداث العاطفية اليوم رح تكون ممتزجة صراع ما بين العواطف وما بين العقل ممكن اليوم تطلب منك اتخاذ قرار يعني شوي يكون فيه نوع من أنواع يعني الصرامة أو نوع من أنواع الجدية أو الحدية حتى في اتخاذ الأمور وممكن يصير لك تواصل جيد مع الحبيب وممكن تفكر في أمور فكرية أو عاطفية بشكل عالي أما بالنسبة للبيت السادس اللي القمر رح ينتقل من ساعات الصباح ورح يتواجد فيه ففي تقلبات هائلة خلال هذا اليوم التقلبات هاي رح تيجي على شكل أعمال أو مسؤوليات أو التزامات أو صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو تراكم أعمال عندك وممكن تيجي برضو على قدرتك على إنجاز هاي الأعمال وحتى لو تعمل لساعات إضافية بتكون مشحون طاقة عالي الصراع هذا اللي رح يكون على البيت السادس هو اللي رح يحدث عندك فروق خلال هذا النهر أهم شيء أنك ما تتسرع ما تدخل بخلافات مع زملائك وبرضو في نفس اللحظة انتبه لوضعك الصحي هاي التحذرات وباقي الأمور بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بيحمل على نوع من أنواع النقاشات والحوارات أو التعامل ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة ورح يكون التعامل قوي جدا خلال هذا النهار فعشان يحاول أنك أنت تكون عقلاني أكثر وحاول ما تدخل بأي نقاش أو حوار حد ممكن يأزم العلاقة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات خلال هذا اليوم وممكن تحل بعض المسائل المالية وأهم شيء أنك تدير بالك من المخالفات ودير بالك من إهمال قضية مالية يعني الأجواء تقريبا لصالحك على الوضع المالي وممكن تحصل من خلالها بعض المكاسب وخصوصا الأموال المشتركة أو استرداد بعض الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فهو خالي من أي تأثيرات للكواكب فبتتعامل على مستوى البيت التاسع والاتصالات الخارجية أو التواصل مع الأجانب أو الدراسة الجامعية والامتحانات والمقابلات على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا بتدعمك وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس رح يشعروا بالدعم هذا يعني ممكن يتعززوا من علاقاتكم من معارفكم ممكن برضو تحمل لك أجواء جيدة وإيجابية على مستوى علاقة معينة أو مكسب أو شهرة أو إشيه له علاقة بعمل جديد يعني الأجواء بتدعمك وخصوصا موليد العشرية الثالثة زي ما حكينا هم أكثر المستفيدين موليد العشرية الأولى وثاني ديروا بالكم من المجازفات والمغامرات صحيح ما في أي شيء بخوف ولكن انتبه لسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأمور بتتعامل مع أصدقائك على حسب الطبيعة وعلى حسب روتينك وحسب طريقة التعامل ما بينك وبينهم ما في أي شيء لا حدية ولا ليونة يعني طبيعتك 100% ممكن تنشط بمجاملات أو اتصالات أو ترغب في التواصل مع صديق بالفترة هاي وهذا أمر طبيعي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء وإلها علاقة برضو بتحالف بعض الأشخاص حواليك فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل الاجتماعية أو اللقاءات ممكن تنزعج من شكوى أو من تصرف أحد المعارف وممكن شوي تحتد وتعصب بسبب اتخاذ قرارات أو تجاوزك أو تدخل في شؤونك الخاصة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا بتعمل نوع من أنواع الحدية فعشان يك منقول لك حاول أنك ما ترهق حالك ما تجازف ما تغامر حاول أنك برضو إنجز الأعمال بدون ما ترهق حالك بشكل كبير راقب غذائك وراقب صحتك راجع طبيبك برضو إن شعرت بشيء غير اعتيادي يعني بتطلب منك هاي الفترة نوع من أنواع الراحة وبرضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة مرج القوس طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع ورح ينتقل للبيت الخامس فعشان هيك رح يظل من الآن ولغاية ساعات الصباح أو للفجر التركيز على الأمور العائلية والأمور البيتية وأمور إلها علاقة ببعض المستجدات العائلية أو بكون يعني خواتيم أمور كانت في الأيام الماضية أو احتدام بعض النقاشات أو الحوارات اللي إلها علاقة في البيت الوضع النفسي شوي في بعض الشكوك أو بعض الأوهام أو بعض التقلبات في منكوا رح يشعر بطاقة عالية جدا خلال اليوم ممكن نشاط حيوية أو حب أو رغبة لإنجاز بعض الأمور اللي ممكن هيك أفكاره تودي أو تنصب على الاهتمام فيها بشكل أكبر يعني بمعنى آخر اللي رح يكون في حلول كثيرة خلال هذا اليوم أو قدرتك على إيجاد بعض الحلول بالنسبة للبيت الثاني طبعا ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر أو التقلب على المستوى المالي في منكوا رح يحصل بعض المكاسب المائية اللي منها ممكن تيجي من عمل إضافي مستردات بات أو نوع من أنواع الدعم ولكن في بعض المصاريف اللي رح تطرأ اللي إلها علاقة إما بأمور يعني بتتركز على أشياء العلاقة بالصحة أو أشياء إلها علاقة على مكان العمل أو على الأعمال المصاريف البيتية مش كتير بالعكس يعني الوضع المنزلي يعني شوي اهتماماتك فيه بسيطة بالعكس ممكن يجيك دعم أنت من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا ما في أي تأثير للكواكب عليه يعني تقريبا بتتحرك على حسب طبيعتك حسب اتصالاتك اللي أنت معتاد عليها اللي عنده امتحان أو عنده مقابلي بس بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في منك رح يكون له تعامل ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فقلنا أنه القمر يعني رح يظل موجود لساعات الفجر في البيت الرابع فعشان هيك ممكن يكون فيه نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحد شوي أو ممكن تنزعج من تصرف أو ممكن تتخالف برأي معين أو يتوجه لك نوع من أنواع الانتقادات اليوم ممكن يعني تليح بعض البوادر لإنهاء بعض هاي الخلافات أو تصلوا لبعض الحلول أما بالنسبة للبيت الخامس فالقمر من ساعات الفجر رح ينتقل للبيت الخامس اللي رح يكون فيه نوع من أنواع الفوضى الفوضى العاطفية إحنا بنسميها من إيجابي ومن سلبي يعني برحضات رح تكون مندمج عاطفيا وعندك رغبة للتواصل العاطفي أو ممكن تتواصل أنت والحبيب ولكن في منكم ممكن يحتد أو يعصب أو يصير فيه خلاف أو انتقاد أو فرض السلطة أو السيطرة على الأحبة ممكن شوي حساسيتك تكون عالية أو يتقلب المزاج عندك وفي منكم ممكن يعني يثير النقمة اتجاه بعض الأحبة حاول برضو أنه يكون فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين اليوم ممكن يصير تواصل ما بينكم يعني حاول بس أنك تضبط الحدية والعصبية وتقلب المزاج أما بالنسبة للبيت السادس فأورانوس بيأثر على تقريبا موليد يعني نصف العشرية الأولى ونصف العشرية الثانية عشان هذول أكثر ناس بدهم يحتاطوا من المفاجآت اللي ممكن تيجي على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو تقلبات صحية أو تراكمات بالعمل أو أشياء لها علاقة بالمفاجآت ممكن يبادر بعض الأشخاص لمساعدتكم في شيء معين ولكن ممكن الظروف شوي تكون مزعجة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية بطريقة التواصل ما بينكم وبين الشركاء شركاء المال ولكن ما بينكم وبين شركاء العاطفة شوي ممكن يكون فيه خلاف أو جدال أو نقاش حاد أو تستاء من بعض التصرفات حاول قدر الإمكان تجد الحلول إما بتغيير الجو أو بخروج معين أو يعني بأمور مالية يعني فيه أشياء ممكن بدها هدية بدها مجاملة بدها تعاطف الزيادة بدها حب الزيادة بدها تقارب الزيادة حاول إنك ما تتباعد وما تسمع للخلافات وخصوصا خلافات من أقارب الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتتركز على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة الأجواء يعني تقريبا ما فيهاها الصعوبة لأنه روتيني ما فيه أي كواكب موجودة فبتتعاملوا على مستوى الأموال المشتركة والقضايا المالية أو الغيبيات أو الأمور اللي إلها علاقة بالتاريخ على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت التاسع فموليد العشرية الثالثة هم اللي رح يكون عندهم رغبات أو رغبة بأمور إلها علاقة بالسفر أو ممكن يكون عندهم سفر أو اتصالات بعيدة أكثر أو يحققوا بعض الإنجازات الجيدة حتى على مستوى الدراسة والامتحانات والمناقشات والمقابلات أما موليد العشرية الأولى والثانية فهم رح يكونوا على طبيعتهم ممكن تنشأ بعض العلاقات العاطفية مع أشخاص إما أجانب أو مقيمين خارج البلاد أو ممكن تتلقى اتصال دعم أو مؤازرة أما بالنسبة للبيت العاشر فما في أي كواكب بيت السمعة بتتعاملوا فيه على طبيعتكم ولكن هذا بيت يعني يعتبر تربيع معاكم ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا تشويه السمعة إنجزوا عمالك وما تتغيبوا أو حاول أنك تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأمور بتتركز على أمور إلها علاقة بالأصدقاء الأجواء جيدة شيئا ما صحيح أنه ممكن يصير فيه نقاش أو حوار أو خلاف وخصوصا مع موليد العشرية الأولى أو تستاء من تصرف أحد الأصدقاء ولكن إجمالا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية للعشرية الثانية والعشرية الثالثة وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا موجود عطارد عطارد زي ما حكينا بشكل زاوية التقابل وزاوية تسديس فعشان هيك بعطيك نوع من أنواع التعب ممكن يجي على مستوى الحركة أو الاتصالات أو العمل أو المناقشة في بعض الأمور يعني تهم العمل معين أو تتسرع بإنجاز عمل معين أو يتوجه لك لوم فإنت تعصب وتحتد أو معاتبة أو انتقاد إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وراقب الأمور اللي إلها علاقة بالمسالك البولية أو الالتهابات أو أمور إلها علاقة حتى بإنجاز بعض الأعمال حاول أنك ما تتسرع ما في داعي للحدية ولا العصبية في منكم ممكن يقلق على وضع صحي لأحد الأحبة برج الجدي طبعا الأجواء ما زالت مشحونة بطاقة عالية جدا ورغبة بالتنقلات والاتصالات والحوارات وتشمل تقريبا جميع الموليد يعني موليد الجدي إجمالا كلهم عندهم نشاط عالي جدا لغاية ساعات الصباح شوي فيه ممكن يكون فيه تسرع أو عصبية أو حكم على شيء معين وخصوصا يعني أحد أفراد العائلة ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو المجادلة أو سوء التفاهم أو الخلاف أو أشياء لها علاقة بالحوارات يعني هي خلافاتك راح تكون ما بينك وبين الأقارب أو المعارف المقربين جدا فيه ساعات الصباح الأجواء راح تختلف تماما وخصوصا أنه القمر راح ينتقل من بيتك الثالث لبيتك الرابع فبداية هاي نشأة الخلاف راح تتطور بشكل أكبر فممكن أنها تصل من يعني من شيء بسيط لشيء في مواجهات فبتكون ديروا بالكوا وتحذروا خلال هذا النهار من بعض الاضطرابات وخصوصا ما بينكوا بين الأخوة أو ما بينكوا بين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني إلها علاقة بالوضع المالي ولكن روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على المستوى المالي أهم إشينكوا تقللوا من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتشجعك على أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات وحتى أمور إلها علاقة بالتواصل وبتدعمك بقوة ولكن دير بالك يعني من بعض المخاوف وخصوصا موليد آخر العشرية الثانية ونصف العشرية الثالثة لغاية نصف العشرية الثالثة هذول لابدهم يديروا بالهم من الأوهام أو من السرحان أو من يعني شغلات ممكن عامل نفسي أو شخصي يغذي لك نوع من أنواع السلبية إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وما تستسلم للكلام يعني ما تصدق كل شيء يقال إلك ممكن تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير أو رغبة أو أحلام بأمور إلها علاقة بإنجازات ممكن تكون على مستوى اتصالات أو سيارة أو رغبة في امتلاك هاتف معين أو ممكن تسعوا للبحث عن هاي الأمور بشكل قوي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يعني حاولوا أن تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر رح ينتقل في ساعة الصباح ويدخل على البيت الرابع اللي هو إلو علاقة بالبيت والأسرة فعشان هيك أنا نبهت من بداية كلامي عن برج الجدي أنه في فوضى إلها علاقة في البيت أو قرارات البيت أو حوارات وطبعا بالطال جميع موليد برج الجدي الخلافات المنزلية أو الحوارات أو مواضيع ممكن تستاؤوا منها أو تتطور أو يصير فيها مواجهة أو يصير فيها نوع من أنواع الحوارات اللي ممكن تكون حادة شوي يعني ممكن أفضل الموليد أو ما في أفضل يعني هي بدأت تكون مضطربة يعني ممكن تكون في خلق أو خوف أو يعني أشياء إيجابية ممكن تصليحات وترميمات واهتمامات عائلية بشكل كبير ولكن انتبهوا من الحدية والتزمت بالرأي أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي أورانوس يعني بعطي نوع من أنواع الخلافات أو سوء التفاهم ما بين موليد نصف العشرية الأولى ونصف لغاية نصف العشرية الثانية هذول اللي بدهم يضبطوا عصابهم أثناء حواراتهم مع الأحبة أو التقلبات بالطباع أو شيء فيه إلو علاقة بالعصبية أو ردات الفعل العصبية يعني حاولوا إنكم ما تدخلوا بأي مشاحنة لأنه في مفاجآت اليوم بطريقة التواصل فممكن توجيه انتقاد أو كلمة تنفهم بطريقة غلط تسبب نوع من أنواع الإنزعج ما في داعي لأنكم تكبروا هاي الأمور ممكن الأبناء أو الأولاد اللي من موليد الجدي يتمردوا على العادات والتقاليد والأعراف وحتى على الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا قوية جدا على مستوى مسائل لها علاقة بالعمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية أو المهمة أو ممكن تهتموا ببعض المسائل الصحية ولكن صحة أحد المقربين لا إلك هو هي اللي ممكن تكون على المحك أو تكون ملفتة للنظر أو يكون لها بعض الاهتمام لزيادة يعني الأجواء شوي تضغط على صحة الأحبة أكثر من صحتك ولكن بعنطاق العمل تقريبا اليوم تحمل أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا ما في أي تأثيرات للكواكب علاقتكم ما بينكم بين الشركاء الروتينية بتتعاملوا على حسب طبيعتكم وعلى حسب العلاقة اللي ما بينكم بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا العشرية الأولى والثانية ما في أي شيء برضو بتعملوا على مستوى الأموال المشتركة والأمور البنكية والقضائية والمخالفات ووائلة ما لنهاية بشكل روتيني هو البيت إجمالا في إيجابية ولكن أكثر المستفيدين هم مولد العشرية الثالثة اللي ممكن يحققوا أو يحصلوا على دعم يعني ممكن يجي من نطاق العمل أو مكافأة أو عمل جديد أو من إنجاز لشيء معين أو ممكن حقوق لا إلك بتحصلها أو ممكن إنك يجيك شيء له علاقة بالترفيعات أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع برضو خالي من الكواكب ما في أي تأثيرات ليلو ولكن أول موليد برج العذراء يعني نحكي أول خمس أيام أو ست أيام من موليد برج العذراء ممكن يتحمسوا لموضوع العلاقة بالهجرة أو السفر أو الرغبة في بعض الأمور اللي بإلها علاقة بالسفر أو حتى الدراسة الجامعية تغيير تخصص امتحانات مقابلات مناقشات الحظ بيدعمهم في هذه الأمور حتى بعلاقتهم مع أشخاص خارج البلاد أو الأجانب تحديدا ممكن إنه تنشأ علاقة عاطفية ما بينهم أما بالنسبة للعشريتين اللي هو الثانية والثالثة فالأمر روتيني إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بيت السمعة موجود الشمس فيه وهي عام من شكل زوايا فيها نوع من أنواع السلبية فعشان هيك منقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تخوض أي مجازفات أو مغامرات أو عصبية لا حتى الخلافات والنقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل دك تحتاط منها وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هدولة أكثر ناس بدهم ينتبهوا من سوء التفاهم أو الخلافات أو المخالفات أو مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء تنشط في أمور إلها علاقة بالأصدقاء ولكن موليد العشرية الأولى ممكن يستاءوا من تصرف معين أو من سوء تفاهم أو من أمور إلها علاقة بخلاف أو جدال ما بينك وبين أحد الزملاء أو ما بينك وبين أحد الأصدقاء ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للحدية والعصبية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشطوا بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا معنى ما فيها التأثيرات السلبية القوية تقريبا فيها إيجابية فعندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال وعندك قدرة حتى للتواصل الجيد والأمور الاجتماعية والحفاظ على الصحة أهم شيء ممكن يكون في قلق على صحة أحد المقربين جدا لإلك اللي بيصل بمرتبة الأخوة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول ما فيه أي تأثيرات للكواكب يعني نفسيتكم على حسب طبيعيتها ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بأثر عليكم خلال هذا اليوم بالعكس يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابيات في بعض الأوقات وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتصير الأجواء مساعدة وفيها نشاط وفيها حيوية أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأمور راح تظلهم ركزة على بعض الأمور المالية أو المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني في أشياء ممكن تيجي تحصيل من عمل أو من أمور خصوصا اللي بيشتغلوا في المجال الطبي ممكن يستفيدوا شوي ماليا خلال هذا اليوم يعني الأجواء بتحمل بعض الأشياء اللي ممكن أنها تساعدك ولكن أهم شيء تقليل من المصاريف وعدم يعني شراء الحاجيات الثمينة وخصوصا يعني في حال مراحل تقلب القمر انتقاله من منزل إلى منزل عادة بسبب نوع من أنواع الفوضى أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم فوضى بكل معنى الكلمة هي فوضى ومر بك بدها مين يفهمها فعشان هيك منتزج ما بين إيجابية وسلبية على مستوى تحركاتك واتصالاتك حواراتك نشاطاتك دراستك ثقافتك علاقتك مع الإخوي علاقتك مع الجيران منتزج ما بين إيجابية وما بين سلبية في أشخاص رح تكون كل الأمور هاي إيجابية عندهم وأمور فيها سلبية وفي أشخاص نصفها رح يكون سلبي ونصفها رح يكون إيجابي يعني الحذر مطلوب خلال هذا اليوم لأنه في زوايا كثير فيها سلبية قل الزوايا اللي فيها إيجابية فعشان هيك بتكون الأمور مضطربة انتبهوا أثناء قيادة السيارة أثناء الحركة احذروا أثناء تعاملكم مع الإخوة من فقد السيطرة أو العصبية أو الحدية أو الإنزعاج أو كيل الاتهامات أو المواجهات يعني ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأمور بتركز على أشياء ممكن أنها تكون فيها يعني إيجابيات عالية جدا على مستوى البيت ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات العائلية أو التحالف العائلي أو ترميمة تصليحات أمور بيتية ولكن موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هدولة بدهم يديروا بالهم من خلافات أو جدالات أو أشياء مفاجئة لها علاقة بأحد أفراد العائلة لأنه ممكن تظهر ظروف أو حدث أو أحداث أو أشياء بشكل مفاجئ قدرة التواصل عندك رح تكون ضعيفة لدرجة أنه رح تنحسب الأمور عليك أكثر أو تتحاسب عليها أكثر أو ممكن يتوجه لك انتقاد أو لوم على بعض التصرفات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة بشكل جيد جدا وبالعكس عندك رغبة للانطلاق ورغبة للتحرك بشكل كبير في عندك يعني للعاطفي ممتاز الحظوظ بتدعمك بشكل جيد وممكن حتى يعني أحد المقربين لإلك يدعمك بشكل ممتاز ولكن في خلاف ممكن يصير على طريقة التواصل ممكن تكون ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين كسوء تفاهم أو تحتد به نقاش معين أما بالنسبة للبيت السادس فما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم حافظ على صحتك بس من بعض التقلبات ما في أي شيء سلبي هي السلبيات من بيت المتاعب أكثر على الصحة الأعمال حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز الأمور على بيت الشراكة بيت العشرية الأولى والثانية بتعاملوا على حسب طبيعتهم مع الشركاء ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي موليد العشرية الثالثة ممكن يدخلوا بعلاقة غرامية أو يطوروا علاقة غرامية أو يكون عندهم رغبة لارتباط أو زواج أو تأهيل أمور لتصل لمرحلة الارتباط بشكل أكبر وبرضو تعزيز العلاقة الزوجية قوية جدا وبرضو بتحمل هاي الفترة إشي العلاقة بالمصالحات أو بالتقارب الجيد ما بينكم وبين شركائكم أما بالنسبة للبيت الثامن فما في أي تأثيرات للكواكب فيه يعني الأمور الأموال المشتركة على حسب طبيعتكم تتعاملوا فيها ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون أو الأموال أو الغيبيات ولكن ما رح يكون فيها الإشي القوي أو الحضوض اللي تدعمك فيه لأنه ما في أي تأثير للكواكب على هذا البيت أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتعزز الرغبة لما وليد العشرية الأولى والعشرية الثانية بأمور إلها علاقة بالهجرة أو السفر أو أمور إلها علاقة بالعلاقات مع الأجانب وبرضو بتفتح خلافات إلها علاقة بهاي المسائل فبدون يكونوا حاذرين إما خلاف مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بامتحانات صعبة أو إلها علاقة بسفر اضطراري أو خبر من خارج البلاد بيكون مزعج أما موليد العشرية الثالثة فالأمور تقريباً بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية لا إلهم على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بينبه موليد العشرية الأولى من مخالفة القوانين ومن المجازفات والمغامرات الشائكة أو اللي عليها علامات استفهم ما في داعي أنك تخوض أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك لا مخالفة قوانين ولا أشياء مشوهة خلوا علاقتك وتواصلكوا ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل الجيدة لأنه الفترة هاي ممكن تحمل لك تحالف أو تقدر تقنع أشخاص بوجهة نظرك ولكن دك تنتبه بس من الأشياء اللي يعني الكلام خليه واضح ومباشر أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأجواء يعني على طبيعتكم تقريبا بعلاقاتكم الاجتماعية ممكن تنشطوا ببعض الأمور الاجتماعية يعني تتعزز بشكل قوي وخصوصا لموليد العشرية الثالثة ينشطوا اجتماعيا أو لقاءات أو حوارات أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا بلقاء بعض الأصدقاء ولكن في منكم ممكن يستاء من حضور بعض الأشخاص أو من حوار بعض الأشخاص أو ينكشف له شخص بتآمر عليه أو ينصدم من أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بيت المتاعب اليوم بتكونوا حذرين على مسائل إلها علاقة بالصحة وبرضو على مسائل إلها علاقة بالعمل يعني حاولوا تنجزوا أعمالك بشكل كامل وحاولوا إنكوا تهتموا بصحتكم من بعض التقلبات وفي منكم رح يقلق أو يتعاطف مع أحد الأخوة أو مع أحد الأشخاص اللي بينه وبينه عامل مالي يعني برضو هاي الشغلة بتكونوا حذرين أو مهتمين فيها بشكل كبير لأنه شوي الأجواء بتحمل يعني قلق على أحد المقربين بشكل مباشر برج الحوت طبعاً بتظل الأجواء النفسية أحسن من الأيام الماضية صحيح أنه اليوم موليد العشرية الثالثة هم أكثر الأشخاص اللي بحسوا بنوع من أنواع الضغط والتقلب بالمزاج والنفسية بتكون شوي متقلبة في حدية في اندماج في حساسية في ردات فعل سلبية هذولا بدهم يديروا بالهم بشكل كبير لأنه برضو بتخفي لهم هاي الفترة أشياء إيجابية بتدعم كثير أمور وخصوصاً على مسائل إلها علاقة بالعلاقات أو بالأصدقاء وتدعمكم بشكل كامل إذا اهتميتوا فيها وممكن أنه يدعموك ويأزروك أو يساعدوك في مسألة معينة فعشان هيك حاول تسيطر على انفعالاتك وتقلباتك بالمزاج من ساعات الصباح القمر راح ينتقل للبيت الثاني فطبعاً الأمور راح يتصير فيها فوضى كبيرة اليوم على المستوى المالي إما مصاريف أو التزامات أو أشياء بتيجي بشكل مفاجئ على المستوى المالي يعني ممكن تحصل بعض المكاسب أو ممكن يجيك دعم معين وهو من قلة موليد العشرية الثالثة هم اللي ممكن أنهم يحصلوا اليوم المكاسب أكثر من العشرية الأولى والثانية ولكن هنا المصاريف بشكل كبير راح تصير وخصوصاً المصاريف هاي راح تيجي على أشياء يعني تقريباً بنقدر نحكي أنه إلها علاقة بمخالفات إلها علاقة بغرامات إلها علاقة بشغلات إلها علاقة بالمخالفات أو إشي هيك بتتكلف فيه فلوس إجبارية يعني بتطلع منك فلوس زي غصب عنك دير بالك من الغرامات أو المخالفات بشكل كبير خلال هذا النهار يعني حاول إنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء ممكن إنها تكلفك مبلغ مالي وبرضو بدك تنتبه من بعض المحتالين أو النصابين أو الخسارات اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتتركز الأمور على إشي العلاقة بالاتصالات وبرضو على المواصلات موليد العشرية الأولى تقريبا آخر العشرية الأولى وأول العشرية الثانية هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا أثناء حواراتهم ونقاشاتهم من تقلب المزاج والحدية في بعض الأوقات اللي ممكن تسبب لهم سوء تفاهم إذا كان عندكو امتحان أو عندكو مقابلة بتكو تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض نهائيا وفيه منكو رح يكون له تعاون أو تعامل ما بينه وبين أخجار بالفترة هاي أو نوع من أنواع التعاطف فعشان هيك يعني بتطلب منكو أنه تضبطوا أعصابكو خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجواء لها علاقة بالبيت وأفراد العائلة الأجواء تقريبا جيدة ونشطة جدا لدرجة أنه ممكن البيت ما يفضى أو أنتم ما ترتاحوا من نسبة عائلية أو جمعة أو خبر معين أو في حدث عائلي في حدث العلاقة في البيت في المنزل يا تصلحات يا ترميمات يا ورشة يا ترحيل يا عيادة مريض مثلا بكون عندكو في البيت يا أنتم بتتأذروا مع بعض يعني في جمعة كبيرة على مستوى البيت أو حدث معين العلاقة بالبيت أما بالبيت أو العائلة طبعا مش مش شرط على داخل البيت ممكن من حلف العائلة أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم على المستوى العاطفي وما بينكو بين الأبناء الوالدين الأحبة حتى في الأمور الفكرية روتينية جدا أما بالنسبة للبيت السادس فهنا من قول موليد العشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين على مستوى عمل أو على مستوى صحة أو تحسن صحة أو إيجاد علاج أو أشياء لها علاقة بأمور حتى على مستوى عمل جديد أو علاقتهم بينهم بين زملائهم أو رؤسائهم بالعمل بتكون قوية أما موليد العشرية الأولى والثانية فهدولا روتينية الأوضاع عندهم بتعاملوا على حسب طبيعتهم بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع الأزواج أو بينكو بين الأزواج أو بينكو بين شركاء المال ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فالبيت خالي من أي تأثيرات للكواكب فطبيعة هي الغالبة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة بتكونوا ديروا بالكم من النصابين والمحتالين والغرامات وأمور إلها علاقة يعني فقدان مبلغ من المال فأي شيء العلاقة بالوضع المالي ضبط الأعصاب مطلوب أي موضوع العلاقة بشراكة مالية مراجعته ودراسته بشكل قوي جدا وما في داعي تغامر بالفترة هذه الأجواء ما بتساعدك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات الجامعية والأوراق القانونية يعني الأجواء تقريبا فيها أشياء إيجابية بتدعمك خلال هذا اليوم ولكن موليد العشرية الأولى تحديدا إذا كان عندهم امتحان أو مقابلة أو عندهم أمور إلها علاقة بالسفر بدهم يركزوا بشكل جيد وينتبهوا أثناء حواراتهم من بعض الأمور اللي ممكن يعني تنفهم غلط أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بيت السمعة بيحمل أشياء إيجابية بتدعم أشياء لها علاقة بالسمعة بمكان العمل مع زملائك مع رؤسائك بالعمل بشكل قوي ولكن زاوية التربيع اللي مع نبتنهاي ممكن يتغرر فيك أو ممكن تمارس طقوس غلط أو حتى إنك تذهب للطيش الزيادة عن اللزوم ضبط العصاب مطلوب بشكل كبير ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين بالفترة هاي الأجواء مش مساعدة وبالعكس الأجواء هاي ممكن تورطك في مشكلة كبيرة ممكن عواقبها تكون على مدى طويل فعشان هيك هي بدك تنتبه من هاي الأمور ما في داعي إنك تدخل في أي ملذات ممكن تسبب لك إساءة أما بالنسبة لبيتك 11 فهون الأجواء على مستوى بيت الأصدقاء حادة شوي بتسبب لك نوع من أنواع الانزعاج من كثرة الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء ممكن كثرة الزيارات كثرة الاتصالات كثرة الاهتمامات أو عدم المبالاة يعني فيه اضطراب أو فيه قلقة اللي بتصير على مستوى بيت الأصدقاء بشكل كبير بالفترة هاي أهم شي ضبط العصاب ما في داعي لتوجيه اللوم أو الكلام الجارح حاول أنك أنت تراجع حالك أكثر من مرة قبل ما تلقي العبئ على الأصدقاء لأنه برضو فيه نوع من أنواع التحالف يعني بعطيها فيه تحالف ما بينك وبين بعض الأصدقاء اللي ممكن يساندوك أو يساعدوك في بعض الأمور الشخصية والنفسية فعشان هيك ما توجه اللوم للجميع أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب خالي من أي تأثيرات للكواكب فقط إنجز الأعمال الضرورية والمهمة بشكل روتيني اهتم لوضعك الصحي ما تهمل الأمور الصحية وأدويتك وعلاجاتك وبرضو في نفس اللحظة احضر من بعض المفاجآت اللي ممكن تصير ممكن تصير يعني أشياء إما على العمل أو على الصحة ولكن مش هلأشياء الصعبة ولكن بذلك تكون جاهز لها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر